اشتركوا في القناة والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة وحدة وثمانية وثلاثين دقيقة ظهرا من ظهر اليوم اللي هو يوم الأربعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا إحنا الآن في فترة خلوه المسار خلوه المسار هذا رح يستمر لغاية منتصف الليل بتوقيت الأردن بتوقيت جرينيتش يعني للساعة تسعة وخمس وخمسين دقيقة مساء من مساء هاي الليلة اللي هي الليلة الثلاثاء بعدها القمر رح ينتقل لبرج الأسد يعني الساعة تسعة وخمس وخمسين دقيقة تصير في برج الأسد في فترة خلوه المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار وزي ما حكينا ساعة تسعة وخمس وخمسين دقيقة مساء القمر بصير في الأسد بيبلش يشكل زوايا في برج الأسد وهي الزوايا أول زاوية رح تكون زاوية بطيئة لها تأثير تقريبا أربع أيام هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين المريخ وهاي أوجها الساعة ثلاثة وست وعشرين دقيقة صباحا طبعا من آثارها أنه بخلال الفترة الماضية أو الأيام الماضية صار فيه عدة هزات أرضية لأنها زاوية سلبية طبعا أوجها هو رح يكون زي ما حكينا الساعة ثلاثة وست وعشرين دقيقة وبعدين بتبلش تخف تأثيرها علينا إحنا كأشخاص بسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد وممكن أن ننثور بشكل مبالغ فيه في وجه من ينتقدنا أو بيعطي ملاحظات بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردات الفعل بكشف عيوبه وأخطاءه للشخص هذا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تصير بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة وأربعين دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون برضو بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وهاي الزاوية برضو جيدة لقص الشعر وعمليات التجميل أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وراح تكون هاي في تمام الساعة واحدة وخمس واربعين دقيقة ظهرا تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التقابل سلبية رح تصير بين القمر وبين زحل وهاي رح تصير في تمام الساعة خمسة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء من واجه مصاعب وعرقيل تطلب بنا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لموجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام ساعة ثمانية وثمان دقائق مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد فخلو المصار القادم رح يصير يوم الخميس خمسة وعشرين ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة وحدة وسبعة وعشرين دقيقة عصرا وبيستمر لليوم التالي أي إلى يوم الجمعة حتى تمام الساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذرة طبعا القمر الآن هو انحسار المحدب 11 يوم في تمام الساعة 11 وثلاثة عشر دقيقة ظهرا بصير 12 يوم نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيد بنسبة 85% القمر في الأسد حتى يوم 26 ثلاثة منتحسة حتى ساعات الصباح وبعدين بتصير سعيدة ولكن انتحا ستة وسعودتها بتكون عشرة في المية أما بالنسبة لعطارد في الحود حتى يوم 4 أربعة منتحس بنسبة 40% الزهرة في الحمل حتى يوم 14 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة لأورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحود حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم من بعد منتصف الليل تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وإيجابية تستعيد اشتراقتك بتسحر الكثيرين بالحضور أو بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة الظروف بالنسبة لإلك مبادرة ملائمة جدا لكل الأمور اللي إلها علاقة أما بالعاطفة أو إلها علاقة بالتجميل أو بممارسة يعني تحاول أنك تجرب حضوظك الفترة هاي برضو جيدة لتكرار المحاولة أو للمصالحة برج الثور ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصلحات منزلية أو تغييرات أو ترتيبات أو ديكور معين أهم مش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية ممكن تهتم برضو لبعض المسائل أو النقاشات أو الحوارات اللي إلها علاقة بالبيت أو بالعائلة أو بأحد أفراد العائلة برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات والحوارات وحتى على مستوى أمور إلها علاقة بالامتحانات في منكم رح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية أو بالتليفونات برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرح بتوظيف الأموال حاول أنك تضقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفائل وبرضو بدك تهتم بأمورك المالية بشكل جيد يعني ما تبالغ بمصاريفك ولا تبالغ بالمغامرات المالية ممكن اليوم يعني تفقد بحض مقتنيتك برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي هاي الفترة ممتازة وبتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد فترة كانت صعبة وفيها نوع من أنواع الركود يعني أدت لتعب صحي وتعطيل بعض المسائل وبرضو الضغط النفسي عليك التحلي بالحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك على كل الأمور وممكن تحقق اليوم نجاح باهر برج العذراء طبعا بما أنه القمر بعد منتصف الليل رح يدخل ويصير في الأسد معناته الضغوط رح تزيد عليك بالفترة هاي لأنه هذا بيت متعبك فبسيطر التعب عليكم وحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود خصوصا أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد لا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك بالفترة هاي صحيح أنه ممكن يلتغى أشياء في آخر لحظة ولكن اليوم ممكن يكون في بعض الاستثناءات برج الميزان بتنشطوه اجتماعيا وبتلتقو الأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك ممكن اليوم يكون في عندك تحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس حاول أنك تنشط اجتماعيا حاول أنك ما تتقوقع على نفسك وما تترك الوسواس أنه يسيطر عليك الفترة هاي فيها إيجابية ممكن تحصل من خلالها بعض الدعم أو بعض المؤذر برج العقرب طبعا القمر الآن انتقل وصار موجود في بيت حساس الشوي هو بيت السمعة فعشان هيك بتكون تهتموا اليوم أو بتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ولكن بدك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم اليوم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية والمطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية أهم إش أنك ما تخالف القوانين ما تشوه سمعتك ما تدخل بمواجهات أو مشاكل أو توصل أي انتقاد لأي شخص لأنه أنت الحلقة الأضعف بالفترة هاي برج القوس ابنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات وخصوصا لبعيدة ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ابتلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء بقرح يحسن من نفسيتك عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة ممكن تنجز بعض الأوراق القانونية أو المعاملات اللي ممكن تكون لصالحك برج الجديد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة تم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو ننتعويض ولكن بما أن القمر مقابلكم فطاقتكم بتكون ضعيفة بتكون تديروا بالك وتحذروا من أي شراكة مالية جديدة وما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ولكن حاول أنه أنت اليوم ممكن يكون عندك مناقشة لموضوع إرث أو موضوع مالي برج الدلو بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم طبعا القمر الآن بالمقابل تماما فهذا اليوم مناسب يعني بهذا الجزء مناسب لأي عمل بيطلب تعاون من طرف آخر ولكن أهم إشي أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة لا تتسرع في اتخاذ القرارات وحاول أنك ما تدخل بخصام أو جدال مع أي شخص لأنه أنت أضعف حالاتك في هذا اليوم لأنه القمر بيسحب منطقتك بشكل كبير برج الحوت بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا بسبب أن القمر صار برضو بمراحل المقابلة اللي هو في البيت السادس حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم وما تسمح للواجبات بالتزامن يعني إنها تصير كثير واجبات عليكم ما تقدروا تنجزوها أو بالتراكم كون أكثر تنظيم وأحسن إدارة الأعمال اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وهذا من أهم الأشياء دير بالك على صحتك خذ قسط من الراحة وإهدى وكون عند حسن الظن أهم مش إنك تدير بالك على غذائك على أدويتك على صحتك ممكن يتحمل اليوم أو يحمل اليوم قلق على صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا